أكدت منظمات وشبكات حقوقية محلية ودولية تفشي حالات الاختفاء القسري في اليمن نتيجة لإفلات الجنات من العقاب وقال بيان مشترك لأكثر من ثلاثين منظمة وشبكة حقوقية إنه منذ بداية النزاع في 2014 تواصل ميليشيات الحوثي والجهات الفاعل ارتكاب جرائم الإخفاء القسري في كافة أنحاء اليمن وعشار البيان إلى أن أطراف النزاع احتجزت مئات اليمنيين في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية حيث اختفى وعذب محتجزون وتوفي بعضهم أثناء الاحتجاز فيما لا يزال حق الضحايا وأسرهم في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان جانبا مهملا من جوانب الصراع في اليمن وأشدد البيان على أهمية احترام جميع الأطراف لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا للقانون القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والكشف عن مصير المختطفين وضمان الحق في محاكمة عادلة للمحتجزين ونشر قوائم رسمية بأسماء جميع المحتجزين الذين لقوا حتفهم في مرافق الاحتجاز والسجون وإصدار شهادات وفاة لجميع المحتجزين المتوفين على أساس فحوصات الطب الشرعي الشاملة وإتاحة هذه الوثائق لذويهم